أما على مستوى السلافة قد سيطر اللون الأغدر على أسعار الطاقة والعملات الرقمية وسط انخفاض المعادنة النفيسة ارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغة 0.88% ليسجل سعر الأقودة الفورية لخام برينت إلى 91.44$ للبرميلة الواحد ارتفعت أسعار النفط خلال تعملات الثلاثاء مع ترقب المستثمرين سدور بيانات اقتصادية وتقارير شهرية لتقييم آفاق الطلب والعرض في أسواق الخام عبر اقتصادات رئيسية في محافظة منظمة أوبك في تقريرها الشهرية الصادر اليوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو قوي للطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل اما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعملات اليوم اليهبت سعر المعادن الأصفر بنسبة بلغة 0.61% عند 1935$ للأوقية وترجعت أسعار الذهب خلال تدولات الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية قبل صدور كرارات السياسة النقضية من البنوك المركزية الرئيسية على صعيد العملات الرقمية فقد سجلت مكاسب جمعية اليوم وصعدت عملة البيتكوين بنسبة 2.10% لتغلق فوق مستوى 26 ألف دولار ارتفعت العملات المشفرة خلال تدولات الثلاثاء مع مكاسب الدولار في ظل ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة خلال وقت لاحق هذا الأسبوع واستشراف المزيد عن السياسة النقضية